أشار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي إلى أن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود ما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا ولفت زيلنسكي في حديث تليفزيوني إلى أن روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج فهي تسيطر على البحر الأسود إذ تعمد إلى إيقاف اقتصاد بلادنا بالكامل يشار إلى أن أوكرانيا هي مصدر رئيس للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى وكذلك المعادن